السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم اخواني اشرح لكم خاصية جميلة في اليوتيوب يعني تنفع اصحاب الغنوات اللي عندها غنات في اليوتيوب هذي يستفيد من هذه الخاصية قبل لا ابدأ بالشرح اتمنى من الجميع بضغط على اشتراك ودعمي بالقناة هذه الخاصية تدعم اصحاب الغنوات مثل ما قلت لكم اللي مثلا مقاطعة وشرحاتها وفيدوهات اللي ينزلها يعني طويلة جدا يعني اكثر من 5 دقائق 10 دقائق 20 دقيقة فالمشاهد هنا ما يعرف وين النقاط المهمة بالفيديو مثلا انا نزلت شرح مدة 10 دقائق كمثال يعني وفي نقطة مهمة في الدقيقة رقم في الدقيقة الثانية والدقيقة الثالثة والدقيقة ثلاثة وثلاثين ثانية وبي انبه يعني المشاهدين على هذا الشي فلما احط هذا الخاصية يختصر للوقت الطويل عشان ما يتابع الفيديو كله اختصر له وقت طويل يعني اختصر له وقت كثير عشان يختصر على نفسه هذا الشرح نشوفها خاصية مع بعض مثلا هذا عندي شرح أنا هنا مدة 3 دقائق و 27 ثانية مثلا في الدقيقة مثلا مثلا 48 ثانية في نقطة مهمة شون يسوي انا اخلي المشاهد ينتبه للشي هذا او يروح على طول يعني مباشرة يروح للثانية 48 اضغط على تعديل من هنا يعني بالنسبة لي انا يا صاحب القناة اضغط على تعديل من هنا واروح هنا للوصف واكتب هنا مثلا احط صفر صفر هذي النقطتين الفاصلة واحط 48 زين واكتب هنا اي شي مثلا بالعربي مثلا ايميل ضروري كمثال يعني هنا الدقيقة الاولى احط صفر وشي الدقيقة الاولى واحط الفاصلة هنا واحط ثلاثة وشي ثانية كمثال يعني اه تسجيل خروج كمثال يعني لما اضغط هنا انزل تحت هنا واضغط على حفظ التغييرات من هنا تم حفظ التغييرات الحين لما اروح الى الفيديو نفسه طبعا انا كنت ناسخ رابط الفيديو هذه المشكلة لما انزل تحت هنا زي ما انتم شايفين هنا صار باللون الازرق اللي هو ثمانية وربعين ثانية او دقيقة وثلاثة ورشي ثانية لما اضغط عليه شوفوا لاحظوا هنا الان انا بداية الفيديو زي ما انتم شايفين هنا بداية الفيديو لحد الان ما اشتقلوا الفيديو او يكون شقال ما في مشكلة السلام عليكم او يكون شقال ما في مشكلة لما اضغط على الثانية ثمانية وربعين هنا لما اضغط هنا كذا تلقائي رح يودي لي للثانية 48 ولما أضغط على دقيقة و 23 ثانية هنا تلقائيا رح يوديني على دقيقة 23 ويكمل الشرح من هنا. هذا الخاصية جميلة جدا لأصحاب الفدوات الطويلة يعني وراح يختصر عليك الوقت الطويل. أتمنى أني أفدت له شي بسيط أفدتكم وأتمنى ضغط على اشتراك ودعمي بالقناة. أشكركم على المتابعة وفمان الله